لمزيد من النقاش حول الترعاية الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية وموجة التضخم ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار دكتور هشام جيرون باول قبل اجتماعه مع بايدن تحدث أن التضخم المرتفع والضعف الاقتصادي خارج الولايات المتحدة هو ما يتسبب في الأزمة الأمريكية الآن لكن في الداخل الأمريكي وصل سعر جالون البنزين لأربعة دولارات وستين سمتا وهذه أعلى نسبة يصل إليها سعر جالون البنزين أمام المواطن الأمريكي إذن ليس الضعف الاقتصادي خارج الولايات المتحدة هو ما يتحدث عنه جيرون باول هو السبب فيما يحدث الآن في الداخل الأمريكي بسهل خير في الداخل حياتي لحقه لسيدة المشاهدين بالتأكيد الموقف صعب للغاية بيش بس على مستوى الحكومات لكن كمان على مستوى المواطنين مؤكد أنه تباعة المشتغل الحاليين في أوكرانيا واستمرار التصعيد والمشاكل اللي بتواجهها السلاسل اللي مداد على المستوى الدولي والدفاع أصعاد التقرى كل ده الحياة يؤدي ليه اتفاع الأصعاد يؤدي ليه اتفاع معدل التدخم وفي الواقع هذا طبيعي أنه الجدوك المركزية تتجه لضفع سائل الفائدة وضفع سائل الفائدة معناه مزيد من الانتفاع الأصعاد لأنه ضفع سائل الفائدة مؤكد أنه تمويل جزء من تكاليف الانتاج فائد تلك وبالتالي هنستمد فيه هذا العمر إلى أن تعدى الحزب المشاهدة حاليا وكان وهي توقف حاجة قصية الأزمة اللي بيتم حالياً في إطار العقوبات والعقوبات المضاحتة أتمنى أن هذا المشهد كلنا كنا نحزن منه منذ بداية هذه الأزمة وكان مهم جداً أنه هذه الأزمة يوجد لها حلول دبلوماسيح بعيداً عن التصعيد العسكري واللي هو الحياة الشكل وتصعيد العسكري لكن كمان بيكتنفوا للأسف إن شديد تصعيد اقتصاد والحياة المشهد الاقتصادي على المستوى الدولي الحياة بيديه صعوبات بالغة والمسألة مش مجالة اتفاع معدل للتضخم لكن الأقصد في صعوبة هو دخولنا لمحاية اليكود وكساب أتصاونه وهذا هو السؤال دكتور هيشين بالفعل يعني عندما نتحدث عن الاستمرار في رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم ونتيجة لذلك هناك رتفاع للأسعار ونتيجة لذلك هناك أيضاً تقليل لفرص العمل وهذا ما يتم الحديث عنه في الولايات المتحدة الأمريكية إذن ما الفائدة من كل هذه الدائرة التي نتحدث عنها خلينا نأكد على أنه طالما فيه استفاعل معدل التضخم الإجراء الطبيعي اللي لازم أن يتخذ هو رفع أسعار الفائدة فأي دورة على المستوى الأحلى لكن هو رفع أسعار الفائدة بيؤدي ليه انخفاض في مستوى الانتاج لأنه مؤكد لما تكلف التمويل بيترتفع مؤكد أنه بيبقى ده ضاغط على قطاعات الانتاج المختلفة ضاغط على مؤسسات الاساسمات وبالتالي ده الحقيقة بيكون مشكلة كبيرة للغاية وده الحقيقة بيؤدي ليه أنه التسريح عدد من العمالة وأتصاونه ده حنصل به إلى مرحلة ركود مكسات كبير جدا أتصاونه هيكون الأكبر على مستوى العالم إذا ما استمدت الحاج بالمشاهدة حاليا لعدد من العشرة الأخرى وأتصاونه فكرة رفع أسعار الفائدة ليس هناك عليها جدال فيما بين الاصطاديين لأنه أي بنك مركز على مستوى العالم طالما في موجة تضخمية كبيرة هيظل هو الإجرار المطبع التقليدي والطبيعي هو رفع أسعار الفائدة لكن هو ده مش الحل على المدى القصير حالي لأنه وإحنا بيدعكد أنه ما فيش بديل عن هذا لكن هو ده مش هيخفف من الضغوط التضخمية بقبل ما أنه هيؤدي بنا ليه حال التسريح وكساتي ومؤكد أنه هي تزامن أو قد يتزامن معه تعديل في أسعار الفائدة يعني تعديل في أسعار الفائدة في الحياة المنافسة الشايسة فيه بين العملات على المستوى الدولي الحياة ده بيخلع مزيد من الضغوط وخاصة على الدول الإدامية اللي هي بفعل اتفاع أسعار العملات الأجنبية بالتأكيد ده بيكون عنصر ضغط على لكن دكتور هشامي هذا حل يعني يعتبره البعض حل تقليدي حل كلاسيكي هناك البعض الآخر يتحدث أنه يجب زيادة الانفاق الحكومي على مشروعات استثمارية أو تدر الربح أو تشغل عمالة أكثر مقابل تقليل الانفاق الحكومي هذا حل يعتبر موازي لمسألة رفع أسعار الفائدة لأن رفع أسعار الفائدة كما يطالب كريسوفر وولر الآن بثلاث مرات تقريبا في اجتماعات مقبلة للبنك المركزي الأمريكي ستكون مرهقة بشكل أكبر للقصد الأمريكي وبالتالي تابعتها ستكون لن تقدم حلا جيدا في النهاية لا خلينا نأكد على أن رفع أسعار الفائدة ما فيش عنه بديل لكن ما يتعلق بزيادة الاستثمارات العامة والحكومية ده الحياة بتلجأ ليه عدد من الدول بما فيها وزيادة الاستثمارات العامة مش بديل عن رفع سعى لفائدة لأنه سعى الفائدة الفائدة الأساسية فيه أنه بيمتص جزء من الثيولة الموجودة داخل الاقتصاد اللي هي سيولة موجهة للاستهلاك لكن زيادة الاستثمارات العامة ده سيولة موجهة للإنتاجه ده احنا محتاجين بالشدة لأنه الاستثمارات العامة لما تدخل تدخل على مشروعات انتاجية والمشروعات الانتجية ديب بيكون الفكرة الأساسية في أنها تولد خزة في عمل بتفتح شعائين تديدا للإنصال بتفتح من معدل النمو المصطدي ودي كلها أمور إيجابية على مستوى المشروعات الأساسية ككل وبالتالي ينأكد على أن ضافع سائل فائدة ليش بديل عن بيادة الإنفاقات العامة أو الإنفاقات الحكومية لكن ضافع سائل فائدة يكون هدف الأساسي تحاب البيادة في الطلب أو السيولة الموجودة وفي ذات الوقت أيضا تخطي مزيد من الإنفاقات الحكومية والإنفاقات الحكومية بس الشريكة النعمة تكونش موجهة للإنفاق الجادي لكن تكون موجهة للإنفاق الإنتاج الإستثماري طيب أحررتك وأحررتك بتقول أن يكون موجه إلى النطاق الاستثماري ونحن نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى عندما نتحدث عن احتمالية طباط واتيرة نموه الوظائف من واتيرة شهرية بتبلغ 500 ألف وظيفة إلى 150 ألف وظيفة معنى ذلك ما الذي يعنيه؟ هي يعني التربط على المستوى الاقتصادي بتأكيد فقد وظائف يعني نخفض في مستوى الوظائف إذا نتحدث عن زيادة في الأسعار نتحدث عن زيادة في البطالة نتحدث عن زيادة في كل ما هو سلبي نتيجة هذه الإجراءات حتى الآن وهذا ما كان يسأل عنه أحمد بالفعل فكرة أن كل هذه هي إجراءات تقليدية هل هناك إجراءات من ممكن أن تكون غير تقليدية أو out of the works؟ لأن عندما نرى كل هذه الإجراءات التي تحدث في الولايات المتحدة الأمريكية إذن هناك أمر يستحق أن يكون مختلف في هذه المرحلة لا خلينا نأكد تاني على أن الإجراء التقليدي هو رفع سائل فائدة وأننا نعمل downsizing للإنفاق لكن فكرة أننا نزيد من الإستثمارات العامة في مشروعات إنتاجية أو بنية أساسية بالتأكيد ده هو الأعمل يا سيد التقليدي لكن خلينا نقول أنه فكرة أنه يتم تقليف حج المنفق لخلق مزيد من الوظائف الجديدة بالتأكيد ده بيكون بملجأ بتالج عليه بعض الحكومات إذا ما كان هناك ضغوط كبيرة على موازنية هذه الدولة وبالتالي ده ما تقدرش تعمله أي دولة أو كل دولة لكن هو كل دولة بترعي زروفها متطلباتها عنصر الضاغط عليها من المجتمع ككل لكن احنا كلنا حقيقة بندغوش في فلك الحقيقة وفي دا المفتاح لأنه هتظل الضغوط دي بتواجه كل دول العالم لأن احنا الحقيقة مش بنتكلم على مشاكل اقتصادية داخل كل دول لحنا بنتكلم على مشاكل نتجة من الاقتصاد العالمية طب دكتور هشام يعني الآن نتحدث عن نسب تضخم مرتفعة جدا من منطقة اليورو ككل يتفع فيها نسبة التضخم لفوق الثمانية من عشرة في المائة في النمسا الأمر مرتفع لأعلى مستوى منذ عام 1975 أيضا في ألمانيا الآن نسبة التضخم فوق الثمانية في المائة لا حل جماعي إذن أمام العالم كله إلا برفع نسب التضخم بشكل متتالي وبالتالي يعني تحمل تبعات هذا التضخم المرتفع تحمل تبعات هذه الفائدة المرتفعة بشكل متنامي لا ما هو مؤكد الاتجاح لإضافة عصائل فائدة طالما أنه فيه بعض البنوك المركزية يبتلجأ إليه هيظل في إطار التنافس هيظل أنه باقي البنوك المركزية هتنتجي أو هتنحو نفس المحف وبالتالي فكرة غفع عصائل فائدة هنلاقيها دايدة بتدور حول العالم كور وده كما أشهدنا أنه بيخلق مزيد من المشاكل الإقصادية لكن هو الحل أنه الأزمة تتوقف والمزيد من التصعيد في العقوبات والعقوبات المضادة تتوقف لأنه هي العقوبات ليس بس من جانب الولايات المتحدة والغاية العقوبات أيضا من جانب روسيا لأنه إحنا بنتحدث عن أزمة في الغذاء بنتكلم على ملايين الأطنان غير موجودة في أوكرانيا بنتكلم على أنه مؤكد عمدادات الطاقة فيها مشكلة بنتكلم على إدفاع صعاد الطاقة بنتكلم على إدفاع تكلفة التأمين على البضائع على مستوى الدول بنتكلم على إدفاع تكلفة الاستثماتات نفسها بنتكلم على معامل مخاطر منتفع وده الحياة بيخلي شهية الإثمات المنخفضة جدا وبالتالي إحنا نتحدث عن ركود أو كساد مؤكد أنه المجتمع الدولي ككل سيعاني منه بزيد من فقد الوظائف مؤكد أنه هيقال العالم كله وبالتالي إحنا هيظل الحل الوحيد المتاح أمام المجتمع الدولي ككل أن تتوقف الأزمة الموجودة حاليا نتمنى نشكرا جزيلا شكرا ضيفا عبر الهاتف الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار